أعلنت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق حيث سجلت الخميس السابع والعشرين من آب الجاري ثلاثة ألاف وستمائة وواحد وخمسين إصابة جديدة يقابلها ثلاثة ألاف وسبعمائة وأربعة وتسعين حالة الشفاء وإثنتين وسبعين وفاتة فيما سجلت محافظة صلح الدين مائة واثنتين وعشرين إصابة جديدة وشفاء خمس وخمسين حالة